البنت الصغيرة المفعوصة كبرت وبعد ما كان أحمد حلمي بيغنلها أنا لما حبيبتي هتكبر والنعمة لتاكل الجو في جمال كده الله أكبر يدوب كبربش تحلو بقت شابة واتجوزت وكمان انفصلت وليها مشاغبات مش بتخلص وصبحت جريئة في كلامها ولبسها وكل حاجة فتعالوا معي يعرفكم إزاي تحولت من عرفة من البنت الصغيرة المفعوصة للشابة الجميلة دي تعتبر من عرفة موليد 1 مايو 1999 دخلت مجال التمثيل بمسلسل السندريلا واللي كان في عام 2005 وكمان شاركت بعدها فيلم مطبس نوعي مع النجمة أحمد حلمي ودي كانت أهم أدوارها وهي صغيرة ده بعد ما حبها الجمهور في دور البنتة الصغيرة العصولة بعدها بقت الأدوار تهل عليها فشاركت في أفلام حلم العمر مع حمد أهلال وكمان البي رومانسي مع محمد إمام وكمان شاركت في جميع مواسم سيد كوم راجل وست ستات واللي كان مع الفنان أشرف عبد الباقي ولقاء الخميس بس الجمهور بقى علق معاه إنها لسه عائلة صغيرة وحصارها في الدور ده بسبب ملامح وشها الكيوت البريئة زيادة وطبعا منا عرفة كانت زكاية جدا لما فكرت إزاي تتمرد على الفكرة دي بكل الطرق وتقول للكل أنا جدرت وبقت شابة جميلة فبدأت تغير النيولوك بتاعها وتلبس كمان هدوم جريئة قوي وكمان تظهر في فيديوهات على السوشيال ميديا مع متابعينها وهي في مرحلة السنوية العامة كانت منا عرفة بتطلع مخصوص وهي بتستعرض الميكوب بتاعها وكمان مسكة المسكرة والروجو بتتزين عينيها وشفيفها وكمان بتستعرض مونيكير دوافرها الجديد وكأنها عاوزة تقول للكل أنا خلاص بقت ستة وإنسوا بقى حوار الطفلة ده وفجأة ظهرت من عرفة في مهرجان دير جست بفستان أغدر مسير جدا لفت كل الأنظار لها وما بقاش أي حد مصدق إن دي العائلة الصغيرة من عرفة اللي كانت طلع مع حلمي في فيلم مطب صناعي وبعدها بقى راحت وسجلت فيديو لنفسها في صالة الجيم وكانت لابسة ملابس تمرين ديئة جدا عبارة عن ستريتش وبتلعب تمرين رياضية في وضعيات ملفتة للانتباه سببت ليها تفاعل كبير على السوشيال ميديا ما بين القبول والرفض وكمال الاندهاش وبقت كمان بتحرط طبعا في كل مناسبة إنها تركز إزاي تبين أنصتها بكل شكل للكل عشان يعرفوا الفرق ما بين الطفلة اللي كانوا يعرفوها وبين من عرفة بتاعت دلوقتي وعشان تعمل كده اتهورت لما ظهرت بالبكيني الأسود وهي بتقضي أجازتها في الساحل الشمالي وكانت كمان مسكة سيجارة في إيديها وساعتها الدنيا تقلبت عليها ساعتها بقى حصل حالة كبيرة قوي من الجدل وكمان التعليقات والانتقادات الشديدة وما بقاش أي حد مصدق إن دي من عرفة البنت اللي مبارح واللي يقول لها بقى عيب اللي بتعمليه ده وما ينفعش أبدا واللي يشجعه ويقول لها ماشاء الله البنت كبرت وبقت جريئة وما حدش عارف يتكلم معيها ولما تمت من عرفة سنة 24 سنة طلعت وهي بتحتفل بعيد ميلادها وهي لابسة بورنس أبيض في الحمام وخدت الترثة وراحت بالربع على السرير طبعا حاجة في كمة الجرأة وكان كمان المشهد مستفز للكل وكالعادة عملت الصور حالة من الجدل الفضيع والهجوم الشديد عليها من الفن زبتوها بسبب جرأتها ولقى إنها تصورت في نفس وقت رحيل الفنان مصطفى درويش وما كانتش محرجة ولا في دماغها وفي الختام بقى تفتكروا لحد إمتى هتحاول من عرفة تخرج من دور البنت الصغيرة ترجمة نانسي قنقر